حياتي ومساء الخير بداية قبل أي أمر آخر ربما تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جدا في الداخل مجريات الأمور وهي نقطة لافتة للاهتمام في الأيام الأخيرة بأن إسرائيل يتيمة قياديا بكل معنى الكلمة يعني إسرائيل فيه ربما أحرج وأحلك لحظات حياتها نحن نتحدث عن رئيس حكومة الذي يقود إرتلاف قام من خلاله تفريض المعارضة في داخل إسرائيل يعني إسرائيل لطالما كانت تلعب لعبة الديمقراطية واتخاذ القرارات ما بين ديناميكية معينة ما بين الإتلاف والمعارضة نتنياهو ألغى المعارضة في داخل إسرائيل في غضون هذه الحرب بكل معنى الكلمة سيطرة على الإتلاف لا يوجد إجماع على رؤية قيادية لبن يمين نتنياهو نتنياهو والبرلمان الإسرائيلي موجود في واد والشارع الإسرائيلي يمكن القول أنه موجود بكل معنى الكلمة في واد آخر أو على الأقل الأغلبية منه وفوق كل ذلك في ظل انتفاضة مقبلة على ما يبدو في الأشهر المقبلة أضف إلى ذلك كذلك جزئية العزلة الدبلوماسية المتواجدة فيها أضف إلى ذلك قضية حل الدولتين والاعتراف الدولة الفلسطينية أحادي الجانب إسرائيل تقوم بأمر واحد ووحيد تقول ماذا لا بدون أن تطرح ماذا نعم؟ وليس فقط بن يمين نتنياهو بل انضم إليه بني جانس في غضون أن موقف بن يمين نتنياهو مفهوم يبقى موقف بن يمين نتنياهو محصورا بل يعني بأكثر وربما حتى في شكل أسوأ من شكل بن يمين نتنياهو يعني محصورا في داخل المقاعد الذي تعطيها إياها الاستطلاعات فبالتالي يمكن القول أن إسرائيل بلا قيادة وبلا أفق سياسي دبلوماسي بمفهوم كذا أو كآخر فربما هذه المرة الأولى التي نراها بمثل هذه الوزنة وبثل هذا اليوتوم بمفهوم كذا أو كآخر هذا في هذا الشأن في كل ما يخص قضية المقاعدة بهذه المفاهيم هنا نعم الإدارة الأمريكية لا طالما حاولت أن تلعب هذا الدور مع الجانب الإسرائيلي بكل ما يخص مشاريع التطبيع حتى من قبل فقط جزئية حل الدولتين يعني هي كانت تحاول أن تلعب بسياسات العصر والجزرة واضح جدا أن إن كنا نتحدث عن طرفين في نهاية المطاف واضح جدا أن الأوراق مبعثة أكثر مما تتوقعه الإدارة الأمريكية الدواعي السياسية ليس فقط بن يمين نتنياهو من ينظر إلى السياسة في داخل إسرائيل من داخل منظور انتخاب ضيق بل واضح جدا أن بيني جانس وغرماء بن يمين نتنياهو يقومون بذات العمل فبالتالي جزئية الفرادية التي حاول أن تضعها الولايات المتحدة على الطاولة بكل معنى الكلمة لا يوجد لديها شريك في داخل إسرائيل ليس الآن طيب بما أنك ذكرت هذه التفاعلات وهذه ربما ما يحدث في إسرائيل من فجوة أو من فراغ أو من عزلة كما ذكرت يقابله تصريحات قوية جدا من المسؤولين في حكومة الحرب وأيضا هذه الجهة المتطرفة اليمينية حديث عن تضييق عن الفلسطينية الداخل فيما يتعلق بشهر رمضان وممارسة الشعارة الدينية أيضا نتنياهو بارك هذا المقترح ووافق عليه يعني إلى أين تذهب إسرائيل بكل هذه التصرفات وما هي غايتها يعني حتى إذا وقفنا عند كيف تم إدارة هذا الاجتماع كان هناك استهتار واضح من بين كفير لجالنت والرئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي هذا الاستهتار هو واضح جدا أنه لديه نوعا ما شرعية أو ظهر وسند من بنيمين نتنياهو بمفهوم كذا أو كآخر الديناميكية السياسية ما زالت تلعب في داخل إسرائيل بل أكثر من ذلك على مدار كل السنوات السابقة بنيمين نتنياهو كان موقفه واضحا في كل جزئية المستوى الأمني والمستوى السياسي كان دائما يصف في جعبة المستوى الأمني لأنه يعلم أو لنقول كان لديهم لغة مشتركة على مدار العشر سنوات السابقة لذا بنيمين نتنياهو كان هناك رؤية واضحة بكل ما يخص القضية الفلسطينية تقزيمها عبر عدم وجود أي التصعيد في داخل الضفة الغربية أو حتى القطاع بمفهوم كذا أو كآخر هذه الفرضية نصفت بكل معنى الكلمة فبالتالي الشخص الذي كان يحاول أن يستثنيه مني مين نتنياهو من اتخاذات القرارات الحربية والسياسية يعطيه منصة ويعطيه حجم بكل معنى الكلمة بانكفير أن تلقي إسرائيل زمام أمورها في لحظة حرجة في حياتها بأياد بانكفير هذا دليل واضح على شعبوية اتخاذات القرارات في داخل إسرائيل بل أكثر من ذلك إسرائيل طالما كانت تحاول أن تفوض للعالم وأن تقوم بتسيير فرضية إلى العالم الغربي بأن القضية هي ليست قضية احتلال ولا يوجد هناك أي قضية فلسطينية بل الحرب هي حرب دينية ما بين اليهودية وما بين الإسلام ترتكز بذلك على الإسلاموفوبية وكل الإدعاات الغربية المتطرفة في هذا الشأن وفي هذا الصعيد تحديدا وبالتالي من داخل هذه الفرضية هي كانت تعمل دائما على شيطنة شهر رمضان المبارك لأنه الشهر الأكثر رمزية للإسلام بمفهوم كهذا أو كآخر من جهة هي تعيد إلى أن هذا كان صحيح منذ ست أو سبع سنوات سبقت والفرضية كلها تقوم بمجملها بأن هذا الشهر الكريم شهر العبادات شهر التسامع هكذا يتصرفون المسلمون في داخل الأقصى المبارك هذه هي الصورة التي تريد أن تصرفها إسرائيل لطالما عملت على ذلك كذلك الجهات الأمنية كانت تتوافق في هذا الإدعاء بمفهوم كهذا أو كآخر لأنها ترى أن تنفيس كل الاحتقام الموجود في داخل العام كانت تقوم به في داخل هذا الشهر وبالتالي التوتر المتواتر فرضية التوتر المتواتر أو عدم التصعيد التي كان يسع عليها بن يمين نتنياهو لطالما كانت تلقى هذه استراتيجية بمفهوم كهذا أو كآخر الآن واضح جدا أن هناك احتدام في اتخاذ هذه القرارة المستوى الأمني الشباك قراره واضح يعلم جيدا تداعيات مثل هذا الأمر بل حتى الجيش يقول بأن واضح جدا أنه سوف يلزم إلى تحريك كتائب من القطاع إلى داخل الضفة الغربية هذا الأمر كله بن يمين نتنياهو يضربه بعرض الهائط ويلتزم بقرار بينكفير واضح جدا أن هناك ابتعازات سياسية وليس فقط قرارات شعبوية سنعود للحديث عن نقاط سياسية أخرى لكن الآن دعني أتحدث عن ما يحدث في الداخل الإسرائيلي وهذه الدعوات التي أطلقها أهل المحتجزين في قطاع غزة بهذا الإضراب العام من أجل الضغط على نتنياهو وتعجيز الاقتصاد الإسرائيلي هل تأبه الحكومة الإسرائيلية بهذه الدعوات وهل يمكن أو هي قابلة فعليا للتنفيذ نتنياهو أمسك بزمام الأمور في داخل الكنيسة وفي داخل البرلمان هذا الأمر يمكن القول أنه استطاع ربما الصورة كانت مربكة سياسيا في الأسابيع الأولى وبل الأشهر الأولى لداخل هذه الحرب نتنياهو في الأشهر الأخيرة يمكن القول أنه استعاد عفيته السياسية بمفهوم كذا أو كآخر وبات هو الشخص المسيطر على كناسة إسرائيل بكل معنى الكلمة باعتقاضي ولكن في هذه الجزئية على رغم من كل ما يقوم به في داخل المستوى السياسي البرلماني الشارع مشتعل في داخل إسرائيل بكل معنى الكلمة ولا يوجد لبن يمين نتنياهو أي سيطرة على هذا الشارع بل أكثر من ذلك أكثر ما يخافه بن يمين نتنياهو هما أمران المستوى الأمني رجال الأمن والميدان هذا ما يخافه هو حملة ممنهجة على مدار الأسابيع والأشهر الأخيرة على شيطنة كذلك المحتجين وأهالي الأسرة في داخل الشارع وفي داخل تل أبيب وكابلم على كل هذه الأشهر على سبيع الأخيرة وقام بإدعاءات بأن هذه الاحتجاجات تعيق المفاوضات بمفهوم كهذا أو كآخر قام بكثير من الإدعاءات اتجاههم بل قام بشردمة الأوراق اليوم كان هناك استقالة لمدير العلاقات العامة لهذا المنتدى فبالتالي واضح جدا أن نتنياهو يحاول كذلك التلاعب ولكن ما يخشاه هو كمية التصعيد في داخل الميدان هناك بالإضافة إلى الاحتجاجات ذوي الأسرة هناك احتجاجات موازية بكل معنى الكلمة قوة كابلان التي كانت منظمة من قبل السابع من الأكتوبر جنود الاحتياط الذين عادوا من القطاع وكذلك من قبل السابع من الأكتوبر كنا نعلم أين كانوا والجهة الثالثة التي انضمت مؤخرا نقابة العمال هذه شهادة واضحة بأن الاقتصاد الإسرائيلي هو في مستوى انهيارات أن الموازنة التي قررتها الحكومة كذلك لديها الكثير من الانتقاص منها وبالتالي في داخل هذين الفرضياتين واضح جدا أن الهستدود تحاول أن تقول كلمتها المواقف في داخل تاريخ إسرائيل كانت لطالما كانت الهستدود تحاول أن تقول ما فوق السياسة ولكن أين عم تلعب دورا عماليا نقابيا بمفهوم كذا أو كآخر كان لديها احتجاجات لديها إضرابات ناجحة أي نعم لكن بعيدا عن المفاهيم السياسية فقط في العام الأخير حاول باردفيد أن يلعب هذا الدور عندما حاولت إسرائيل أن تقوم بتقنين بضعة من القوانين التي كانت ربما قد تمس بالاقتصاد الإسرائيلي ونجح في ضرب هذه القوانين الآن هو يعود مرة أخرى ولكن هذه المرة باعتقاده ويضرب بكل الأوراق بكل معنى الكلمة ويقول هذه الحكومة فاشلة ولا مناص إلا لاستبدال هذه الحكومة هل نجحت الاحتجاجات في إسرائيل باستبدال حكومات؟ لطالما كلنا وذكرنا أن الحكومات في إسرائيل تنتحر ولا تقتل لكن هناك نقطتين يعني مصيرتين يمكن القول بهذه الاتجاه نعم النقطة الأولى هي الاحتجاجات التي قرضها جنود الاحتياط ما بعد حرب أكتوبر عام 1974 والتي أدت إلى إعادة أو إجراء انتخابات مبكرة في حكومة قول دمئير آنذاك وبعدها بشهرين استقالت حتى بعدما نجحت بعدها بشهرين استقالت والنقطة الثانية كذلك التي كانت محورية والتي ربما لم تؤدي إلى انتخابات ولكن احتجاجات اليمين عقب أوسلو التي أدت في نهاية الطريق إلى مقتل رابين هذين النقطتين مفصليتين بمفعول الاحتجاجات في داخل إسرائيل واضح جدا أن العام الأخير كذلك كان مشتعل العام الأخير نتنياهو يعني لم يستطع حتى السيطرة على هذه الاحتجاجات ليلة الإطاحة بقلنت على سبيل المثال كانت ليلة مصرية هل نحن نقترب من ليلة الإطاحة بقلنت أنا باعتقاد أن وفق هذه الوتيرة بالذات إذا لم تنجح ولن تنجح واضح جدا إسرائيل بعد رفح بأن تعيد الأسرة بمفهوم كهذا أو كآخر وهي الملاذي الأخير واضح جدا أن موجة الاحتجاجات سوف يكون مغيرة كليا عما يدركه بين يمينة وحتى الآن ربما حتى في هذا الصدد تجدر الإشارة بأن منتدى ذوي الأسرة في إسرائيل يقود حكومة ظل بكل معنى الكلمة يعني بالقرب في قلبة الأبيب هناك بناية بالكامل لديها يعني كل الأذرع الخارجية والداخلية وتتكلم مع الجميع تقريبا في الداخل وفي الخارج لكي تحاول إعادة الأسر ولكي تحاول حتى ترميم ما يدمره بن يمين نتنياو فباعتقاد واضح جدا حتى أن الآليات ترتقي إلى مثل هذا الشأن طيب سيدة إيهاب يعني في نقطة أخيرة ربما وبالعودة إلى تصريح نتنياو بأنه لا يقبل أي إملاءات من الخارج يعني منذ قليل تصريح لوزير الحرب بيني جانس قال إن القتال مستمر حتى خلال شهر رمضان وذلك يمكن أن يتسع إلى رفح فقط إن لم تتم إعادة المحتجزين الآن يمكن أن نقول أننا أن إسرائيل بدأت تمر إلى مرحلة التهديد هل هي تجر على تنفيذ هذا التهديد أمام الإدانات الدولية الكبيرة القمة الإفريقية الأخيرة التي أدانت الرئيسة البرازيلي الذي أدان وكل مكان في العالم يدين ما تقوم به إسرائيل في أواخر أو عقب شهر ديسمبر كان قد أشار إيلي كوهين أنا ذاك وزير الخارجية بأن إسرائيل تدخل إلى المساحة الحمراء والخطوط الحمراء في العزلة الدبلوماسية أو في التفريض الذي تأخذه من الجهات الغربية والعالم الغربي في هذه الحرب إسرائيل قطعت هذا الخط الأحمر ودخلت إلى داخل العزلة الدبلوماسية بكل معنى الكلمة وبأعتقد أن منذ ذلك الموعد هي لا تأبه كثيرا لمثل هذه الإجراءات بل تضرب بها بعرض الحائط بمفهوم كذا أو كآخر هذا في المقام الأول السؤال هل سوف تستمر حتى رفح؟ بالنسبة لبن يمين نتنياهو الهروب إلى الجنوب هي استراتيجية بكل معنى الكلمة بدأت من مستشفى الشفاء في كل مرة تدلي إسرائيل بكذبها بدلوها عبر هاجاري بأن هنا وهنا وهنا سوف قيادات حماس وهنا الأسرى وبطبيعة الحال لا أسرى ولا قيادات حماس وبالتالي تستمر بهذه الاستراتيجية وصولا إلى رفحونا بأعتقادي أن الولايات المتحدة كانت ممكن أن تقوم بأمر واحد ووحيد هو أن تقطع عنها المدادة الأسلحة فقط يوم أمس كانت بمثل هذا المدادة أو بالأيام الأخيرة فبالتالي واضح جدا لديها ضوء أخضر أخضر للقيام بهذا الاجتياح من الإدارة الأمريكية وربما هو الأهم بالنسبة إليها هذا في المقام الأول العزلة الدبلوماسية ذكرنا هي موجودة بها منذ زمن وبالتالي لا تأبهأ أو بشكل أبهت إسرائيل أصلا لمثل هذه الأمور بمفهوم كهذا أو كآخر ويبقى لدينا هنا لماذا بيني جانس يقوم بمثل الاقتراب إلى ناتيمياهو في هذا الشأن هناك سيناريوهات اثنين بكلمات أخرى كل الأوراق مازالت مفتوحة السيناريو الأول الخط الموازي مع الإدارة الأمريكية وبالتالي هو يعلم أن هناك تقدم حقيقي في نصر المفاوضات وهو الذي عمل على كل هذه الخارب بأن لا تتلطق يدها بشكل مباشر بالدماء وأن يبقى يد بيني مينة تنياهو هي الملطخة فبالتالي يقوم بتصعيد بالموجة لكي يكتسب الشارع الإسرائيلي في المقام الأول لأنه يعلم أنه لن يكون هناك اجتياح أولا لاكس تماما هو يعلم أن هذا الاجتياح هو الاجتياح الأخير وبالتالي يجب أن يضع بصمته فيه ويمرر بشخصية الماتشو والقبضاي في داخل الوعي الإسرائيلي بعجالة ولو سمحت سيد إيهاب هل سيقوّد كل ذلك المفاوضات المقبلة إن كان هناك مفاوضات يعني هذه هي الجزئية الأهم في ظل كل ما تقوم به إسرائيل من إدعاءات وما إلى ذلك في نهاية المطاف هي تستمر بالتلويح بورقة المفاوضات بمفهوم كهذا أو كآخر فواضح جدا أنها مستمرة في هذه الورقة هي تريد أن تذهب إليها على المستوى الاستراتيجي من نقطة قوة لديها الآن عدة نقاط قوة لم تستغلها أو على الأقل بن يمين نتنياهو لم يستغلها هذا في المقام الأول الجزئية الثانية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كذلك هي جزئية رمضان في ظل الورقة التي أعطاها الهدية التي أعطاها بن يمين نتنياهو لبنكفير السؤال هل سوف يراهن بن نتنياهو على شعال كل التصعيد كامل أم يعلم أن لكي يستطيع أن يخفف من وطأة الاحتجاجات أي تصعيد ممكن أن يكون هو بحاجة لتخفيف الوتيرة في داخل القطاع كل شكرا لضيفي الكريم من الناصر الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إهابا جباري شكرا جزيلا شكرا